في أسواق المعدن النفيسة قفز سعر البلاديو متجاوزاً 3000 دولار للأوقية مع تنامي المخاوف من نقص الإمدادات من روسيا المصدر الرئيسي للمعدن المستخدم بصناعة السيارات كما قفز الذهب الذي يعتبر ملاذاً آمناً إلى ما يقرب من 1965 دولار للأوقية وعلى الصعيد المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 743 جنيها للجرام أما عيار 21 وصل إلى 866 جنيها للجرام عيار 24 وصل إلى 990 جنيها للجرام أخيراً الجنيها الذهب وصل إلى 6928 جنيها في أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام مع زيادة المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية وقفز سعر خام برينت بنسبة 6.9% إلى 118.11% للبرميل وارتفع الخام الوسيط الأمريكي بنسبة 7.4% إلى 115.68% للبرميل